رغم مرور أكثر من عامين على الأزمة الأوكرانية ما زالت تصر الدول الغربية على بذل كل ما يلزم لمنع روسيا من أن تكون لها اليد العليا في الصراع وفي تطورات الأوضاع كشفت المخابرات الروسية عن أن فرنسا تعد وحدة عسكرية لإرسالها إلى أوكرانيا سيصل عددها في المرحلة الأولى إلى نحو ألفي جندي المخابرات الروسية هددت أنه حال إقدام فرنسا على تلك الخطوة ستصبح قواتها هدفا مشروعا وذا أولوية بالنسبة إلى موسكو مسؤولون بالمخابرات الروسية أكدوا أيضا أن فرنسا تشعر بقلق واضح إزاء عدد القتل المتزايد لجنودها في أوكرانيا ولا تعترف بمقتلهم علنا خوفا من الاحتجاجات وأشاروا إلى أن خسائر باريس تعد الأكبر منذ حرب الجزائر في القرن العشرين في المقابل وصف الجيش الفرنسي تسريحات روسيا بشأن إرسال باريس قوات إلى أوكرانيا بأنها مضللة وخلال مؤتمر حول أوكرانيا بالعاصمة باريس في أواخر فبراير الماضي لم يستبعد الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون إمكانية إرسال قوات برية غربية إلى كييف متعهدا بأن الدول الغربية ستفعل ما هو مطلوب لمنع انتصار روسيا في هذا الصراع تسريحات ماكرون المتكررة حول هذا الموضوع أثارت مشكلات بين حلفاء باريس في مقدمتهم ألمانيا وقبلت كذلك برفض شبه جماعي من المعارضة في فرنسا غير أن الرئيس ماكرون استبعد وجود خلاف بين باريس وبرلين حول هذه القضية الرئيس الفرنسي أوضح أن برلين لديها ثقافة استراتيجية من الحذر الشديد وعدم التدخل وهي تبقي على مسافة من السلاح النووي مشيرا إلى أن الموقف الألماني يختلف عن موقف فرنسا التي تمتلك السلاح النووي وجهزية قوتها على حد قوله لم يظهر في الأفق ما يشير إلى بوادر حل سياسي يضع حدا للأزمة الأوكرانية والتي طالت تداعيتها السياسية والاقتصادية مناطق مختلفة من العالم فتصر كييف على أحقيتها في استعادة كافة الأراضي ضمن حدودها فيما لا تزال موسكو تؤكد أن قواتها ستواصل عملياتها حتى تحقق جميع أهدافها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر